أعلنت قوات الأمن الكردية انتهاء العملية الأمنية في مبنى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق ومقتل كافة المسلحين الذين شاركوا فيها وأحد الموظفين العاملين في مبنى المحافظة كان عدد من المسلحين قد هاجموا المبنى ونفذ أحدهم تفجيرا انتحاريا فيما أمطر الآخران الحراسة بوابل من الرصاص قبل أن تتمكن قوات الأمن من قتلهما وتمكن آخرون من دخول المبنى واحتجاز رهائن هذا وقد أعلن قائم مقام أربيل أن المسلحين يندمون إلى تظيم داعش الإرهابية